قال رئيس الوزراء مصافى مدبولي ان اعمال تطوير ميناء العريش جاء في ضوء تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية وخلال تفقده لاعمال التطوير بالميناء خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء اكد مدبولي على الاهمية الاستراتيجية الكبيرة للميناء باعتباره احد اهم الموانئ والتي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظرا لموقع الاستراتيجية على البحر المتوسط بالاضافة الى كونه جزءا لا يتجزأ من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اضاف مدبولي ان هذا الميناء يعتبر منفدا مهما لتصدير المنتجات السينوية من اجل تحقيق المنافسة والتوسع كذلك على المستويين الاقليمي والعالمي من خلال تطبيق المعايير العالمية في التشغيل ومعدلات الاداء القياسية في الشحن والتفريغ سعيا منها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية